خلينا نروح للخبر الأول واللي بيقول عقد مجلس الوزراء برئاسة دكتور مصطفى مدبولي اجتماع هام بحضور وسائل الإعلام الاجتماع الحقيقي شهد مجموعة من القرارات المبشرة وأنا ببقى سعيدة جدا لما يجيلي قرارات مبشرة أبرزها طبعا تصريحات دكتور مدبولي بأن الحكومة ستأخذ مجموعة من الإجراءات الهمة لتخفيض أسعار السلع وده زي ما أنا قلت مع السادة الزملاء بيهم الناس وده حيكون بنسبة تتراوح ما بين 27% و30% ده رقم على فكرة مش قولية السيد رئيس الوزراء أكد في المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع أنه هناك حصر كامل للسلع وأسعارها وأنه الفترة المقبلة بإذن الله هتشهد انخفاض في أسعار السلع الغذائية وده بيهم الناس جدا لكن الأهم كمان الأجهزة الكهربائية أيضا ستشهد انخفاض كبير في الفترة المقبلة بإذن الله من القرارات الهمة أيضا هو توقيع عقد إنشاء ممشى سياحي يربط بين منطقة المتحف الكبير موجودة طبعا في منطقة الأهرامات ومنطقة أهرامات الجيزة أنا سعيدة جدا كمان بهذا الممشى اللي حدي فرصة للناس إن هي تمشي وتشاهد التاريخ وهي كمان رفع رأسها وسعيدة